اعتقلت قوات الامن الفيدرالية احد رجال وكالة المخابرات المركزية الامريكية لدى محاولته تجنيد موظف في اجهزة الامن الروسية وذكرت مصادر مركز العلاقات العامة في الهيئة ان دوائر مكافحة التجسس التابعة لهيئة الامن الفيدرالية اعتقلت فوغر رايان كريستوفر الذي تم تسليمه الى المسؤولين في السفارة الامريكية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة علما ان كريستوفر يعمل تحت ستار منصب السكرتير الثالث في الشعبة السياسية في السفارة الامريكية في موسكو وعلى خلفية الحدث استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الامريكي مايكل مكفول واعتبرت وجود عميل CIA تحت ستار السفارة الامريكية في روسيا استفزازا يعيد اجواء الحرب الباردة ويضر بالثقة المتبادلة بين البلدين